إذا خلالك الجو فبيضي وفرخي أما معناها متكل شديد هكذا خاطب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حركة النهضة مستعيرا ما قاله الشاعر طرفة بن العبد الذي قال في القصيدة نفسها مخاطبا أحد الطيور لابد من صيدك يوما فاصبري رسائل السبسي المشفرة تجاه النهضة هي الأكثر حدة منذ بداية الأزمة السياسية قابلتها الحركة باتهامات للرئيس التونسي سيد الرئيس الجمهورية الآن عامل كل جهده باش يقحم المؤسسة الأمنية والمؤسسة الجيش في التجاذبات السياسية الحمد لله البرح ما نجحش برح ما نجحش لأنه مجلس الأمن القومي ما مشاش معاه في التكوين هل يجان هذه فصل جديد من العلاقة المتوترة بين النهضة والسبسي بدأ يتخذ شكل أزمة خطيرة عنوانها الجهاز السري للنهضة وعلاقته بالاغتيالات قضية مكانت لتأخذ هذه الأبعاد لو لا تدخل الرئيس التونسي ومنقشتها داخل مجلس الأمن القومي لا يفصلها متابعون عن حرب التموضع وتسجيل النقاط قبيل الانتخابات المقبلة معركة خطيرة تداعياتها أخطر فأخطر وبالتالي انعكساتها ستكون مدوية في سياق المشهد العام أزمة تزداد خطورتها بالنظر إلى مطالبات اللجنة الدفاع عن الشهدين البراهمي وبالعيد بحل حركة النهضة على غرار النموذج المصري في التعامل مع الإسلام السياسي علاقة والتفاهم والتوافق التي كانت قائمة بين الرئيس السبسي وحركة النهضة تحولت شيئا فشيئا إلى تبادل للاتهامات في مؤشر على بداية فصل جديد من الأزمة السياسية في البلاد من أجل كسب نقاط سياسية قبيل الانتخابات المقبلة كما يرى متابعون مردد الأنسي تونس الميدين